نتكلم عن تغيير النهج السياسي في تشكيل الحكومات بشكل أساسي نحن نعتقد أن حكومة النهضة أو الملقي والنسور هو نهج واحد مستمر في إدارة الدولة الأردنية وكل الحديث يتركز حول تغيير النهج بالنسبة لنا لأننا مؤمنون بأن نهج إنتاج الحكومات في الأردن ونهج إدارة الدولة الأردنية يعاني من مرض عضال يعاني من خلل في فهم تركيبة السلطة في الدولة كيف يجب أن يكون شكل السلطة وكيف تدار الدولة هو السؤال المركزي لمصلحة من تدار هذه الدولة أنا أعتقد أن القوى المسيطرة على مفاصل الاقتصاد الأردني والمجتمع الأردني هي التي تقوم بإنتاج الحكومات وتديرها لحساب مصالح وهذا نقرأ من خلال ما نراه من تشريعات وقوانين يتم إصدارها أسلوب إدارة الدولة يعني لماذا يضطر المعلمون إلى إضراب بالحدة التي رأيناها في معركة كسر عظم حقيقية جرت في الفترة الماضية لماذا يضطر المعلمون إلى ذلك حتى يحصلوا على زيادة كان من المفترض أن تتراكم هذه الزيادة بشكل طبيعي وأكثر منها خلال السنوات الماضية لو كانت الحكومات تدار لمصلحة الشعوب إذن المشكلة الرئيسية لدينا في الدولة الأردنية هي الإجابة على سؤال ما هو النهج السياسي الذي تقوم عليه الدولة الحكومات تخدم من؟ نحن نريد أن نحصل على حكومات تخدم الشعب وحتى نحصل على حكومات تخدم الشعب لا بد من تكريس أستاذ أقاطعك بهذا السؤال أنتم كناشطين اليوم سياسيين تتهمون الحكومة وتستخدمون مصطلحات مثل نهج الإفقار التبعية لصندوق النقد الدولي وخاصة رأينا آخر فترة في نشاط لصندوق النقد الدولي في الأردن في محاولة أقرب يقولون لتقزيم الدولة برأيك أين هو نهج الإفقار الذي تنتهج الحكومة وكل هذه المشاريع في المحافظات وفي عمان هل هي نهج إفقار أم أنها تبعية لصندوق النقد الدولي برأيك؟ صندوق النقد الدولي هو جزء من منظومة إدارة مالية عالمية كيف تتعامل مع هذه الدولة الأردنية؟ هنا السؤال المركزي الذي يجب أن تضع أمامك كيف تتعامل برأيك؟ أشكرك الدين العام لتفضل الأستاذ بشار ووضح كيف نمى بشكل سرطاني ومرعب لو كان هذا الدين العام انعكس على مشروعات استثمارية حقيقية أدت إلى نمو اقتصادي في الاقتصاد الأردني لما كان هناك مشكلة أنا أريد أن أوضح هذه المسألة الدين العام عموما في أي دولة في العالم هو أحد أدوات الدول وخاصة الدول التي تريد أن تحق التنمية هو أحد التولز هو الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لإنجاز المشروعات الأساسية والضرورية في تحقيق تنميتها